قاعدة اليد اليمنى أخذنا قبل كده أن الضرب الاتجاهي حاصل الضرب الاتجاهي أو التقاطعي أو الخارجي كمية متجهة ناتج الضرب كمية متجهة ليه مقدار وليه اتجاه المقدار اللي هو بيساوي مساحة متوازل أضلاع المنشع على المتجهين المساحة طب اتجاهه بنحدده بقاعدة اليد اليمنى قاعدة اليد اليمنى بتقول لنا عند تدوير أصابع اليد اليمنى من المتجه الأول وليكن A إلى المتجه الثاني وليكن B عبر الزاوية الصغرى اللي هي الزاوية دي لأن في زاوية قبرى اللي هي الكبيرة دي لا ما ينفحش نحن عاوزين عبر الزاوية الصغرى فإن إبهامي بيشير إلى اتجاه المتجه الناتج لو جينا طبقنا عند تدوير أصابع اليد اليوم نحطى الصابع دان اليمين عند المتجه لأن أنا بقول A كروس B يعني همشي من A واروح لمين واروح لل B همشي من A واروح لل B عبر الزاوية الصغرى اللي هي سيت فإن إبهامي يشير إلى اتجاه المتجه الناتج إبهامي الفين كده اتجاهه الأعلى أو للخارج يبع عند تدوير أصابع اليد اليوم من المتجه الأول A إلى المتجه الثاني B عبر الزاوية الصغرى فإن إبهامي يشير إلى اتجاه المتجه الناتج اللي هو عمودي على الصفحة للخارج يبعنا هنا لو جينا قلنا الاتجاه هنقول الاتجاه عمودي على مستوى الصفحة للخارج أو ممكن نقول للأعلى طيب نقول لكم طريقة تانية برضو أسهل للحفظ لو لقيت هنا دوران إيدك عكس عقارب الساعة يعني أنت هتمشي من الإي للبي كأنك مش عكس عقارب الساعة يبقى طالما عكس عقارب الساعة يبقى الاتجاه عمودي على الصفحة للخارج أو للأعلى عمودي على الصفحة للخارج أو لياه للأعلى يبقى أنت إما تطبق بيدك تحط كفة إيدك عند الإي وتروح للبي عبر الزاوية الصغيرة فإبهامك هو اتجاه المتجه الناتج هو اتجاه حصل الضرب عمودي على الصفحة للأعلى أو للخارج او لو مشيت من عكس عقارب الساعة من الاي للبي عكس عقارب الساعة يبقى عمودة على الصفحة للخارج او لو مشيت من تحت كده من اسفل لاعلى يبقى كده برضه يبقى الاتجاه عمودة على مستوى الصفحة الياه للخارج او لاعلى طب لو انا عاوز ااخد من البي كروس اي يبقى انت تبدأ من البي اهو اتحط صابعك عند البي وتبدأ تلفهم تروع عند الاي اه فيبها مقلمين للداخل لو مشيت من البي عبر الزاوية الصغرى للاي فانت هنا تلقى يبهمك للداخل او كأنك بتمشي مع عقارب الساعة كده هو هنا مع عقارب الساعة فهما تمشي مع عقارب الساعة هيبقى الاتجاه هتقول كده عمودي او رأسي على مستوى الصفحة للداخل او للأسفل يبقى هتجي ترسموا هترسموا كده او نرسموا رسم يبقى هنا وهنكتبها البي كروس اي مينما هنا هنعملها الفوق كده هتبقى ال اي كروس بي يبقى العملية سهلة لو الدوران عكس عقارب الساعة هيبقى عمودي على مستوى الصفحة للخارج او الاعلى لو كان الدوران مع عقارب الساعة يبقى عمودي على مستوى الصفحة للداخل او للأسفل او طبق بايدك ما تخافش شوف المتجه هيبدأ بزي هيبدأ بال اي يبقى من ال اي تروح للبي يبقى الاعلى لو هنا من بي رايح لل اي عبر الزاوية الصغرى يبقى صابعك للداخل او الاسفل ده كده شرح بسيط لقاعدة اليد اليمنى للمتجهات لتحديد اتجاه حاصل الضرب الاتجاهي وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته